نضم إلينا من هولندا عضو الجبهة العربية لتحرير الأحواز فؤاد سلسبيل سيد فؤاد أهلا بك وبداية كيف ترى أهمية نعم كيف ترى أهمية مثل هذه الدراسات الصادرة من مراكز دولية في كشف الوجه الحقيقي لنظام الملالي ونظام ولاية الفقه والتأثير بشكل إيجابي على الرأي العام الدولي السلام عليكم شكرا جزيلا بالنسبة إلى كشف الوجه الحقيقي للنظام الإيراني هذه أمانة في أعناق أبناء بني البشر جميعا لأن هذه الدراسات تكشف الوجه الحقيقي وما يدور خلف الستار للنظام الإيراني النظام الإيراني يرفع شعارات الحقيقة ولكن دون تطبيق يدعي بالإسلام وهو يذبح المسلمين يدعي بالإنسانية وهو ضد الإنسانية وهذه الدراسات وغيرها والبحوث هي تعطي للقارئ وتعطي لأصحاب الحق حقوقهم لأنها تخرج مخبة تحت الأرض والأعمال التي يقوم بها نظام الإيراني خلف الستار من إعدامات وغير إعدامات وشعوب غير الفارسية ومنها الشعب العربي الأحوازي والضم الذي يجرى عليهم والاعتداءات على السعودية وغيرها هذا هو الوجه الحقيقي للنظام الإيراني نعم أستاذ فؤاد يعني الاتحاد الأوروبي يبحث الآن العقوبات على إيران في الوقت الراهن برأيك ما دلالات هذا التحرك الأوروبي والله تعالى لأن العالم سائم من النظام الإيراني فهذا البحث في إيجاد عقوبات أو أي شيء هو في وقته وفي حينه هذا هذا اليوم هو وقته لأن النظام الإيراني لا يلتزم بأي قانون دولي وبأي تعليمات دولية في هذا السياق نعم لديهم دلالات على النووية ولديهم على الصواريخ الباليستية وكل دلالات الإجرام الإيراني موجود في يدهم نعم وفي هذا السياق أستاذ فؤاد هل تتوقع أن يكون هناك توافق أوروبي أمريكي بشأن الملف النووي الإيراني والله من وجهة نظري كمتابع أحوازي أنا أشوفا يلوحك الأفق من هذا التوافق الحقيقة لأنه لا مجال للتراجع لكن هناك تعرض في مطالح دولية لربما تأخر لربما تزيد وهناك من يعارض لكن صوت الرجع أكثر من صوت المعارض للرجع بالنظام يرعان نعم من هولندا عضو الجبهة العربية لتحرير الحواز فؤاد سلسبيل شكرا تزيل لك ترجمة نانسي قنقر